شاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحوال التقسى المرتقبة لنهار الغد الأجواء دايما ستبقى مشبسة تماما على المدنة السحلية بعد تلشي طباب خفيف سيومية صباحة الغد تمركز لسحب كثيفة سفلة على المرتفعة الداخلية الوسطى والغربية نشاط رأيه بشمال الصحرى منطقات السورة لكن مرفوق بأنظار احتمالا تكون رأيه بأقصى الجنوب الجزائري ومرتفعات الهجار والتاسدين خلال هذه الليلة والصابحة تلغى درجات الحرارة الدنيا تتره بـ 20 إلى 28 درجة بشمال الوطن لن تتعدى 31 درجة بشمال الصحرى 32 درجة فيما يخص تندوف وأدرار 31 بإنصالح إنكزان 25 بتامنا ستجاناتي تقارب 28 درجة بإليزي نهيرة تلغى بحول إلى تكون في ارتفاع محسوس لدرجات الحرارة القصوى بشمال الوطن وحتى بالجنوب لتقارب 40 درجة بالجزائر العاصمة 41 بوهرار مستغنة 44 درجة بيتلمسان 33 درجة بيتزيبزو 45 درجة كعلى مقياس بغريزة شلف ومعسكر 36 بيل جلفة 35 بيل بيض بسك 35 درجة ببتنة قصنطي نصطيف وحتى بالنبا لن تتعدد من 40 درجة بشمال الصحرى 41 بيورغرا إليزي 47 بإنصالح 47 درجة كعلى مقياس بأدرار لتقارب 45 درجة كلما تجهنا نحو برجمة في مختار إنكزم قلبح لي نهار الغد سيكون هادئ على طول الشريط السحري سورات الرياح ضعيفة أن تتعدل 20 كم في الساعة على السواحل الوسطى والشرقية 30 كم هذا على السواحل الغربية والرياح ستأتينا ضمن السيارات شرقية شمالية شرقية على السواحل الغربية أما غروب أو شروق شمس لخصى الجزائر العاصمة وضوحيها نهار الغدس يكون في عدود الساعة الساديسة صباحا والتلت دقائق عنوين مصلحة أرصاد الجوية تبقى دائما في الخدمة أشكركم على المتابعة وفي أمان الله